كان من ضمن مخرجات مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد أثناء الغزو ذلك الوعد الذي قطعته الحكومة بإعادة الحياة الديمقراطية في الكويت والتي كان مظهرها الأبرز مجلس الأمة انتهى الغزو وها هي الكويت حرة مجددا تنتظر عودة الحياة الطبيعية وتنتظر تحقيق وعود مؤتمر جدة الشعبي مارست التيارات السياسية الضغوطات على الحكومة وكان الشيخ سعد العبدالله يطل برأسه على الكويتيين من القبس بشكل متكرر بعد الغزو محاولاً إيصال وجهة نظر الحكومة وأولوياتها والتهديدات التي تواجه الكويت بينما كان محمد الصقر يبحث في هذه اللقاءات عن منشتاته الجريئة أنا كنت قابل الشيخ سعد تقريباً شهرياً نروح قابله ودائماً نطلع من مقابلة الشيخ سعد بمنشتات بمنشتات المقابلة المشهورة باسمها لا أعتقد يعني بس جميلة هي استقالت حكومة الكويت طبعاً هذه المقابلة أنا قلت له طويل عمر أنت قاعد تخوفنا وقاعد تخوف الاقتصاد وخوف البورصة كل ما قلت ياكم صدام وصدام موجود انزلت البورصة وانزلت الأسعار وانت المفروض ما تسوي هذه الشغلة طبعاً ما أعجب الكلام رد علي رد قال لي أنا ما يهمني الاقتصاد ولا تهمني البورصة تهمني مصلحة الكويت قلت له هم مصلحة الكويت إنه مو كل شيء يعرف يقال لا تخوفها الكويت طبعاً ما أعجب الكلام أقوبها بشهر هم سويت ويام مقابلة فكانت الحكومة مستقيلة أنا كنت راح أقابله أنا مو سوي ايام مقابلة راح أقابله أسلم عليهم يعني اللقاء العادي كان يقول لي قتل طويل عمر للحكومة صار لها الحين فترة مستقيلة وانت كلفت بتأليف الحكومة ومت بتألف الحكومة كان يقول لي يمكن بعد يوم بعد اسبوع بعد شهر وهو يضحك أنا بس قال لي هالكلام هذا قلت له بعد سنة شونه يمكن يسوي لي الشكل هو حب الفكاهة أنا قلت له بعد سنة قاصد المانشيت ضرب براسي على طول غنية عبد الحليم حافظ بس أبي يقول سنة طلعت رأساً رحت الجريدة قلت له مش يخساعد يقول تشكيل الحكومة في يوم في شهر في سنة هذه غنية عبد الحليم حافظة علق عليها بعدين؟ لا 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 صدرة وسيع هذه أمور عادية خلال مسيرتك الحافلة وشخصيتك المثيرة والعلاقات الكبيرة رغم ذلك لم نجد محمد الصقر في منصب حكومي لماذا؟ أنا ما أصلح إلى أي منصب حكومي ما تصلح؟ لا ليش؟ لأني قابل الاستقالة في أي لحظة وأنا كنت حريص دائماً أني أنا عرضت عليه الوزارة أربع مرات وزارة الإعلام؟ مرة وزارة الإعلام بس في المرات الباقية ما قيل لي ما هي الوزارة المعروضة عليه كان مبدأ دخول الوزارة أنا سمعت أنه الشيخ سعد حاول برضو يقنعك في التسعة وتسعين عرض علي الشيخ سعد أني أدشي الحكومة وهذه أول مرة أنتخبت فيها عضو في مجلس الأمة دعاني إلى قصر الشعب وطلب مني أني أشارك في الحكومة قلت لأسمح لي أنا قطعت وعد على ناخبيني بأني ما أدشي الحكومة على الأقل في أول دورة وأنا أعتقد أصلح أكثر في مجلس الأمة وأنا بعدي يعني طريق أمامي طويل إلى أن أدخل الحكومة ما يصير أول ما أصير ناب أصير وزير قال لي لا لا أنا بيك وزير فقلت لا لا أنا ما أبي يدش الوزارة عذرني قال لي أنا بتفاهمه يا أبو حمد أبو حمد العم عبد العيز الصقر وتفاهمه يا أبو وائل أبو وائل والدي قلت يا طويل عمر ترى لا أبو حمد ولا أبو وائل فازوا بالانتخابات أنا اللي فز بالانتخابات قال لي شوان يعني ما لهم كلمة علي قلت لا لا لهم كلمة علي بس ما لهم كلمة إلى الدرجة يقولوا لي يصير وزير أنا ما بيصير وزير القرار قراري أنا وبعدين يمكن قرار ناخبيني أكثر من قرار عمي والدي ومناخبيني ما يبوني أصير وزير قال لي لا خلص روح روح وأنا تفاهم بعدين وياك ثاني يوم اتصل فيني اتصل فيني ديوان الشيخ ساعدة جيت قال لي خلص احنا الوزار رح تعلن باتشر ويحدي هلازم يدش قال لي طول عمر أنا ما بيديش قال لي لازم يدش هذا أنا تردني قلت له والله لو أقدر ما أردك أنت تستاهل كل خير وكل بركة بس أنا ما بيديش الحكومة أرجوك أعذرني وأنا بعدين يعني انت الحين بتدخلني الوزارة لاقت لي أي وزارة ما قلت لي منه زملائي شان يقول لي ما نتكلم بالعراض قلت لي يا العراض إذا عرفت اسماء الوزراء عراض قال لي لا هذه من الأسرار قلت لي ليش أسرار إذا أنا دشية وزير بعرفهم باشر الحين على المفروض عرفهم ولا قلت لي أي حقيبة وزارية بتعطيني وأنا ما بي يعني قال لي أنت تبقي أي حقيبة اختر اختر قلت له الداخلية أو الخارجية أو الدفاع هذه وزارة سعادية طالعني قال لي شلون انتهت المقابل زعل زعل جد يعني طلعت أنا بعد ربع ساعة يتصل فيني الشيخ صباح تابي وزارة الخارجية رأسا قالوا لي محمد صغير طلب وزارة الخارجية أو قلت له لا طويل الأمر أبدا أنا ما طلبت وزارة الخارجية أنا أبي يسويها صعبة علي قاعد تشرح له قال لي أنت وينك كان علينا يوم جمعة قلت له أنا رايح الشالي شان يقول لي تعال لي وهو طروب هذي أول مرة أروح طروب اللي هو شالي شيخ صباح دشيت عليه مرفز لما شرحت لقام يضحك قال أنا اللي مرشحك إلى وزارة الإعلام اللي طويل عمر ترشحني يقول لي كان أنا رأسا متفاهمت ويا قلت لك ما أصلح هي وانتهت عند هالحد عقوبها عرضت علي الوزارة ثلاث مرات غيرها ورفضتها اشتركوا في القناة